تسأل عن التفاوت بين السجدات إذا كان هناك أدعي أو شيء من هذا القبيل أختي الفاضلة أم زينم ما في مشكلة أن تكون سجدة أطول من سجدة أنا ذكرت هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحسن الهدي وأكمل الهدي وأمثل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته معتدلة يعني الركوع والسجود كان متقاربة جداً الركوع والسجود وبالنسبة للقيام مناسب أيضاً لكن شخص الآن ركع سجد السجدة الأولى فدع الله دعوته ثم في السجدة الثانية أحب أن يدعو الله أربع خمس دعوات بعدما يقول سبحانه رب العالم ما في مانع يا أختي الفاضلة بارك الله فيك